بقول لك إيه؟ أنا سألت سؤال قبل ما أطلع الفاصل هي جاني ولا مجني عليه؟ هي الاتنين الحقيقة هي جاني ومجني عليها هي مجني عليها لأنها في الآخر نفزت كلام أهلها في أول مرة وتخدعت تاني مرة بس هي جاني لأنها كانت عارفة أنها تتخدع وخدي بالك هي بتكذب نفسها كل مرة طب ما إحنا على فكرة بتكذب نفسنا؟ هو دايما بيقول لك تغافل عشان العلاقات تمشي أنا بعارف أنت مثلا مش عايز تتخدمني أنا بعارف أنك بتخني وعمل عبيطة يا سحمد طب على فكرة طب ما هي كتعاملك كده هي كتعارفة أنه بيخنها وعمل عبيطة لا دستاني قعد مع أمهاتنا وجدتنا هتقول لك أنت بتبقي عارفة كباري دماغك هو هيرجع لك مش بينام جنبك في الآخر تقول لك أنا أنا خايفة مسك دليل أحسن أتأكد أيوة أنا مش عايز أتأكد أنا مش عايز أتأكد حتى تتحكي عن نفسها بقى يعني هي بتتحكي عن نفسها من أول تتجوز وتتحكي عن نفسها طب على فكرة بيقولك ما أتدوريش وراه وما تجيل طب أقول لك حاجة طب أدور وراه طب أقول لك حاجة هي الزوج الأولى أو الزوجة الثانية مت هيألي هي الثانية التانية يعني هو كان متجوز قابليها إنت حسيت كده بردو أه أنه هو كان متجوز قابليها واتجوزها وقال لها أهلي مش موافقين جاء تقدم لها وهو متجوز واحدة تانية قال لها ليه مش موافقين طب ليه أهله مش موافقين عشان هم اتجوز فعلا هو راح تقدم واحدة تانية وهم اتجوز فعلا طب أهله جملي عندها البيت تشكل طلق تانية القصة بقى بعد المشاكل طب هو طلق التانية فعلا ما نفسه قال التانية بقى طلق الأولانية بقى الأولانية ولا هو بيتحك عليها برضو وما طلقهاش بس هو لها اتجوزت لإيه؟ قال لها الأولانية اتجوزت ما يقول اللي يقوله وربنا نزع حبه من قلب ابن ما يقول اللي يقوله يعني هو أول مرة كان صادق ما حرمته من ابن أول مرة كان صادق ما هو راح السجن بقى فاتربى بقى حرم يعني أول مرة ما كانش صادق أنا مش هصدقه تانية مرة ده سايكوباتي يعني ده سايكوباتي دكتور حمودة والسايكوباتي هيكذب كله لكس من أول كتبة أقول خلاص مش هصدقك تانية مهما حصل لا ما تبقاش نا مش من أول كتبة بس هو كدب أول مرة ودرب تاني كتبة ايه مشكلة معلش ما هو فاء ربنا عقبه ففاء انا بقى بس اتأكد انه فعلا طلق التانية واتأكد ليه واتأكد ازاي ادحك على نفسي واقوله مطلقها واسدق الكلام اللي هو بيقوله مش احسن مخرب على نفسي وانا بحبه خلاص هي عايزة تعيش مخدوعة هي حرف يعني انت عندك ان انا تواجع نفسيا واداي احسن ما بقى عيشة مبخوطة انا عندي انا عندي اشوف الحقائق احسن ما بقى عيشة في قلق بس ده على فكرة هيخسرك علاقات كتير جدا يعني انا بقى عارفة انت ماسك موبايلك اتأكد ان انا كلمتك انت مرددش اروح اتأكد واسأل حد انت كان جمك موبايلك فاتأكد فاشيل منك لا ما قصدش كده لكن اتأكد من الحقائق احسن من انا بقى عيشة في قلق وخوف واتأكد لنا محيات وجاني طب هي عمالة تضحك على نفسها طب هو قال لي هي كده مبسوطة هي كده مبسوطة بتهيأت لا خالص هي عمالة قلقانة ولما لو مش قلقانة مكتش بعتتلك هي عايشة في توطر وقلق ومش عارفة تعمل ايه مش واخد قرار عشان كده بتبعتلك عشان هي محتاسة انت عايزة تتأكد فهي عادة مش مبسوط انت عايزة تتأكد عندنا مثل بيقول كده اطمو احسن من لحمه عارف يعني ايه واجع ساعة وضربع ساعة اكساري احسن ما تعود يتلحمي فيه يعني فيه حاجات كده طبوز احسن ما احنا عملينا لصامها فعلاقتها بجزء دي علاقة عملت لصامها فبس ولا حاجة هي تتأكد انه هو صادق وانه المرضي هو بجد تتأكد ازاي تكمل